تصاعد في وطرة الأحداث العسكرية هذا ما تشهده جبهة ريف حما في الآونة الأخيرة فقوة النظام ذهبت إلى التصعيد العسكري ومحاولة التقدم إلى نقاط المحررة في ريف حما كما حطت الضخ جنوبي قرية التوينة المحررة من جهة وقصف المناطق المحررة بشكل عنيف الذي يقابله رد يمكن القول أنه أعنف من قبل كتائب الثوار كل ذلك يشير إلى سخونة جبهات ريف حما ونشو بمعركة شرسة يردع فيها الثوار تحركات قوات النظام الأخيرة هنا في ريف حما نحن جيش النصر قمنا بصد محاولة قوات النظام التقدم باتجاه محطة المياه التي تقع جنوبي قرية التوينة ونحن مستعدين دائما لصد أي محاولة اقتحام لقوات النظام باتجاه قرى سهل الغاب وريف حما الشمالي بشكل عام لم يقتصر تطور المشهد العسكري على ريف حما الغربي فحسب إنما تحاول قوات النظام التوغل في مناطق محررة أيضا قريبة من قرية معان المولية شرقي حما حيث ردت كتائب الثوار على هذه المحاولة وأوقعت عددا من عناصر قوات النظام بين قتيل وجريح بالمقابل يرى الثوار أن التصعيد من قبلهم أمام تصعيد النظام هو الحل الأمثل لحماية المناطق المحررة فمطار حما العسكري بات هدف صواريخ القراد بشكل يومي بالإضافة إلى معاقلة أخرى لقوات النظام في مناطق متفرقة من ريف حما أنا هم الآن بتجهيز راجمت قراد وجهزنا داعش صاروخ قراد لقصف مطار حما العسكري هذا المطار الذي يقصف أهلي المدنيين في كافة أنحاء المدن السورية هل تحقي إصابات هذه الصواريخ؟ نعم نحن في عندنا عساكر ومراصد في حما يخبروننا في أن الصواريخ تنزل في نص المطار بإذن الله المراقبون يقولون أن هدف هذا التصعيد من قبل قوات النظام هو صناعة انتصارات إعلامية بعد خسائره الفاتحة على جبهات حلب بينما الثوار باتوا على أهبة الاستعداد لأي محاولة أو تطور عسكري جديد في رأس كرام أورينت نيوز ريف حما ترجمة نانسي قنقر